بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نبدأ مع بعض listen to concept 1 theme 2 listen ده بعنوان objects in motion ومهم جدا ان احنا نبتدي نفهم مصطلح مهم جدا وكلمة مهمة جدا وهي كلمة motion وخليني كده اشروح لكم هو يعني ايه motion motion كلمة معناها الحركة وولما بتبدأ الحركة بتاعتك من مكان معين وتسيب المكان ده وتروح مكان تاني فاحنا كده بنقول ان حصل حاجة اسمها motion يعني لو كنت انت واقف جنب شجرة وبدأت انت تتحرك روحت للمكان ده التغيير اللي حصل في اللوكيشن بتاعك في المكان بتاعك ده احنا بنسميه حركة وطبعا فيه اجسام كتير واشياء كتير في حياتنا بتتحرك وعلشان نفهم الحركة اكتر لازم نفهم ان في نوعين من force كنا اتكلمنا عنهم قبل كده في اللي سن اللي فات بس تعالوا نقولهم اكتر هي فكرة pushing force زي هنا man push a wheelbarrow اللي العربية دي بيعمل لها push بيزقها او pulling force الطفل لا بيجر بيشدها مش بيزقها بيشد الايه الكار دي a child pulse a toy car احنا عندنا نوعين push و pull مجرد ان انت تفهمهم بس طب يا مستر هو في مصطلح بيتقال دايما اسمه balanced and unbalanced يعني لما تكون الحاجه متوازنه يعني ايه كلمه متوازنه مثلا انت جايب ميزان فحاطت النحيه دي 2 كيلو وحاطت النحيه دي 2 كيلو فكده الميزان الكافة النحيه دي قد الكافة النحيه دي طب هو ممكن القوه تكون فيها قوه متوازنه وقوه غير متوازنه خليني اقولك ان في حاجه اسمها balanced force ولو القوه الموجوده على object balanced يعني متوازنه وقد بعضها الobject ده ما يتحركش طب الobject بيتحرك امتا الobject بيتحرك لما تكون القوه unbalanced تكون القوه دي غير متوازنه نسميها unbalanced forces هنفهم ده اكتر لما نقره يعني ايه balanced force if the balanced force act on object so this object will not move يعني انت الوقتي لما يجي تشوف الشكل اللي قدامك ده دول اولاد بينعاموا مع بعض ففيه النحيه دي فيه اربعة بيشدوا اربعة من نحيه دي هل هيبقى فيه حركة يعني في الاتجاه ده او في الاتجاه ده يعني هل دول هيقعوا مثلا او هل دول هيقعوا لا لان الاتنين قد بعض في القوه ووضح انهما قد بعض في السن فالحبل كده مش هيتشد نحية حاجة من الاتنين انما بص هنا دول اتنين بيشدوا واحد مين يكسب ده يكسب والولد ده يتشد نحية دول فيحصل حركة فبيقول لي هنا النوع الفورس هنا unbalanced force جلمة unbalanced force يعني قوة غير متوازنة والحركة دايما بتيجي بسبب ان القوة غير متوازنة دايما الحركة بتيجي نتيجة ان الفورس اللي انت مطبقها unbalanced force فلما نيجي نقرأ يعني unbalanced force if there are or if there are unbalanced force act on an object بتقع على object معين so this object will move الobject بساعتها هيبتدي يتحرك زي بالضبط example على if one team is pulling the rope with greater force يعني لو كان فيه فريق بيشد الحبل with greater force this mean the force act on the rope are unbalanced القوة هنا بتبقى unequal بتبقى مش متساوية we it will move toward the team with greater force هي الحركة هتتجه نحية the team الاقوى في الحركة انما هنا balanced force it will not move وعلشان كده ظهر مفهوم motion objects in motion يعني ايه objects in motion الاجسام اللي في حالة حركة وهنا لازم نفهم كلمة مهمة وهي كلمة وهي كلمة position كلمة location المكان اللي بيكون فيه الابجيكت المكان اللي بيكون فيه الابجيكت موجود اسمه location انت مثلا الوقت يقعد على الكرسي الكرسي اللي انت قاعد عليه ده هو ده location بتاعك هو ده position بتاعك هو ده المكان بتاعك لما انت بتغير المكان ده لما انت بتغير المكان ده انت كده عملت change للوكيشن بتاعك انت كده غيرت المكان بتاعك فاهمني بيقول لي ايه يقول لي ايه يقول لي حصل تغيير طيب احنا لما نيجي نشوف تعريف كلمة motion بمعنى صح انه هو لما بيجي يحسب دايما اي حركة لما بيجي يحسب اي حركة هو بيحسبها الحركة دي بيحسبها من مكان ثابت يعني بيكون في مكان انت بدأت من عنده خلاص بيكون في مكان انت بدأت من عنده الحركة يعني ايه يا مستر بيقول لي avoid holding a pole in starting position في ولد شاي الكرة وي plus two three يعني هو المكان اللي الولد ده فيه هو قريب من الايه قريب من الثري قريب من الشجرة احنا هنا بنعتبر ان الشجرة دي هي primary position هي المكان اللي هيبدأ منه الحركة من اعتبر ان الشجرة دي هي المكان اللي بيبدأ من عنده الايه بيبدأ من عنده الحركة ماشي طيب بدأ الولد يرمي الكور when he threw the pole it will move by pushing force through air هو عمل pushing force هو زق الكورة او دفع الكورة يعني حرك الكورة لقدام اللي احنا بنقوله كده انه هو عمل ايه عمل حاجة اسمها pushing force عمل قوة دفع عمل ايه عمل قوة دفع للكورة يعني غير المكان بتاعها من المكان اللي هو كان عند الشجرة لمكان تاني طب الكورة دي هتفضل تطير بقى كده الى مالة نهاية ولا بتقوم واقعة شوية قال الكورة دي هتقوم ايه هتقوم واقعة هتقع وبعد ما تقع يقول لي بص then بعد كده pull drop into hand وقعت على ايدي البنت دي by pulling force gravity بص الارض دي بتشد الاشياء نحيانا احنا قلنا كلمة بتشد دي او بتجذب معناها gravity gravity بقى يعني ايه كلمة gravity يعني ايه كلمة gravity دي كلمة معناها الجاذبية كلمة دي معناها ايه معناها الجاذبية الارضية يعني احنا ليه مش بنطير لان الارض شدانا بتشدنا بتشدنا كلمة الارض بتشدنا دي بتشدنا بقوة اسمها gravity قوة اللي بتشدنا اسمها ايه اسمها gravity gravity it is the force that pulls object down down toward the earth يعني كده البنت بتمسك الايه بتمسك الكورة دي كده نقدر نقول ان حصل موشن طبعا حصل موشن بمعنى ان position of full changes الكورة كده في ايد الولد ده راحت ليه البنت فحصل هنا change ليه البوزيشن وحصل تغيير ليه المكان فلو رجعنا تاني لتعريف موشن motion it is any change in position واي تغيير فيه position of object relative to fixed starting point الحقيقة اللي عندنا فيه موشن كتير زي ان انت walking in street leaves move by wind blowing الحركة الارض حوالي الشمس كل ده يعتبر موشن ملخص اللي احنا بتقوله ان احنا نقدر نقول force it is a push or pull that applied to an object causes it to change its position وده بيجينا في الامتحان كتير تعالوا بقى نفكر بحطة what are forces that affect by bag when you lift it انت لما تكون شايل طيب معين او شايل شنطة معينة الشنطة دي انت مأثر عليها force الشنطة دي لو انت سبتها هتقع على الارض طيب احوال لا انت لو سبت الشنطة دي هتلاقيها وقعت على الارض ليه هتقع على الارض هتقع على الارض لان فيه حاجة اسمها gravity زي ما احنا قلنا او ان احنا بنسميها gravitational force قوة الجاذبية اللي بتشد الاشياء لتحت قوة الجاذبية اللي بتشد الاشياء لتحت طيب هل انت بتسيبها بقى تقع قالك لا انا بقى ام اثر عليها بقوة نحية تانية يعني قوة الارض ده هي اللي بتشدها انا بقى اثر عليها قوة تانية وارفحها ودي اسمها pulling force يبقى الارض بتعمل pulling force كgravity gravity pulling force وانا بعمل قوة تانية بايدي الناحية التانية وبحاول ان انا ارفع الشنطة دي من على الارض تعالي ارى الكلام ده بقى يعني الارض بتحاول تشد الاشياء لتحت انت بتحاول تشد الاشياء لفوق معنى كده ان لما انت بتقدر ترفع الشنطة ان قوتك انت اقوى من الارض اقوى من الجرافتي بتاعت الارض يعني بتطلع لفوق انت بتشد الشنطة ايه لفوق طيب لو انت قاعد على كرسي مش هندخل في تفاصيل قوي بس انت مشدود للارض يعني اذا force of gravity pulls you downward وكمان الكرسي نفسه شايلك فبيشدك لفوق او بحاول نوع يسندك لفوق فthe chair exerts force that push your body upward والالتنين دول balanced force وno motion دي مش مهمة اوي نفس الكلام المقصود هنا ان انا لما بحطك كتابه على الترابيزي تبدأ مشدود بفورس اسمها gravity والتيبل نفسها شدة لفوق وبتمنع الكتاب ده ان هو يقع القوتين هنا two balanced القوتين هنا متوازنين وبالتالي no motion الملخص هنا في الحت دي عشان احنا مش هنحفظها اصلا الحتة دي لما بيكون no motion لما تشوف كلمة no motion معناها ان فيه two balanced forces ده ملخص الموضوع لما يكون فيه انعدام للحركة بيكون فيه two balanced egg forces مهم جدا ان انتو تسمعوا الفيديوز دي اكتر من مرة علشان تستفيدوا وان شاء الله تكونوا اشطر ناس في الدنيا بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد البشر بايباي اشتركوا في القناة